مرحبا بكم في تتمة أنشطة التقويم التشخيصي والدعم الاستدراكي الوقائي في هذه الحصة سنشتغل على الصفحة رقم 7 أتمل رقم 39 أستعملوا النماذج وأحسبوا 1 على 5 زائد 3 على 10 لاحظوا 1 على 5 جو ديال التربيعات 1 جوج 3 4 5 يعني 1 على 5 إلا قسمناها تشتريط على 5 لكي يساوي أيضا 2 2 على ماذا؟ 2 على 2 4 6 8 10 يعني 1 على 5 يساوي 2 على 10 إذن 1 على 5 يساوي كما قلنا 2 على 10 إذا باش نو غدين ديرو غدين ديرو 2 زائد 3 على 10 لهي 5 على 10 فلاحظوا 1 على 5 زائد 3 على 10 1 على 5 قلنا يساوي 2 على 10 زائد 3 على 10 يساوي ماذا؟ يساوي 5 على 10 5 على 10 1 2 3 4 5 5 على 10 يساوي النصف يساوي 1 على 2 يعني النصف ديالها تشتريط لاحظوا لاحظوا 5 على 10 يساوي 1 على 2 ثم التمرين رقم 4 أستعملوا النماذج وأحسبوا 3 على 4 ناقص 5 على 12 لاحظوا 3 على 4 3 3 على 4 إذن 3 هذه الشريط نقسمه على 4 1 جوش 1 جوش 3 أربعة 3 على 4 يعني هذه الشريط الملون 3 على 4 ناقص 5 على 12 رحضوا 5 1 2 3 4 5 على 12 لأن الشريط مقسم 12 جزء ف5 على 12 هو هذا الجزء هذا أما هذا الجزء مع هذا الجزء فهو 3 على 4 يعني 3 أربعة 3 ديال الأربعة الربع الأول الثاني الثالث الرابع ثلاثة أربعة ثم الجزء هذا فهو 5 على كم على 12 أدرجوا إلى 3 على 4 3 على 4 يساوي كم يساوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 على ماذا على 12 يساوي 9 على 12 إذن 3 على 4 قلنا يساوي 9 على 12 على 12 4 على 12 كتساوي كتساوي جحال 2 2 2 1 1 hey 1 1 2 1 ثم نوحده المقام bullied 2 في 4 وفيما ضربنا المقام كنتضرب البصل يساوي كم؟ يساوي 2 على 8 زائد 1 على 8 بعد موحدنا المقام سنجد البس زائد البس يعني 3 على المقام الموحد الذي هو 8 ثم 2 على 5 زائد 1 على 10 2 على 5 زائد 1 على 10 بنفس الطريقة نضربه 5 في 2 ثم في 2 4 على 10 زائد 1 على 10 يساوي 4 زائد 1 خمسة على 10 هل نختزله؟ نختزله ب5 يساوي 1 على 2 ثم 1 على 3 زائد 1 على 9 زائد 1 على 9 يساوي كم؟ نلاحظوا جيدا 3 غندرها في 3 ثم 1 في 3 إذن 1 في 3 3 على 9 زائد 1 على 9 زائد 1 على 9 إذن 3 زائد 1 زائد 1 3 أربعة 5 5 على ماذا؟ على 9 المقام الموحد هو 9 ثم نضربه مجموع 3 و 1 و 1 ثم 5 على 9 ناقص 1 على 3 ناقص 1 على 3 نفس الطريقة نضربه في 3 في 3 يساوي 5 ناقص ماذا؟ ناقص 1 في 3 3 على 9 يساوي 2 على ماذا؟ على 9 2 على 9 ثم 3 على 4 ناقص 3 على 8 3 على 4 ناقص 3 على 8 نفس الطريقة نضربه 4 في 2 3 في 2 يساوي كم؟ 6 على 8 ناقص 3 على 8 يساوي كم؟ 6 ناقص 3 على 3 على ماذا؟ على 8 6 ناقص 3 على 3 على 8 إذن 3 على 8 ثم 3 على أو 2 على 3 ناقص 1 على 2 في هذه الحالة قد نوحد المقام بضرب 3 في 2 و2 في 3 إذن 3 في 2 و2 في 3 فيما نضربنا المقام نضربه البصد في 2 في 3 يساوي كم؟ يساوي 4 على 6 ناقص 3 على 6 يساوي 4 ناقص 3 1 على ماذا؟ 3 على 6 ثم 1 ناقص 1 على 2 1 يساوي 1 ناقص 1 على 2 يساوي 2 ناقص 1 1 على ماذا؟ على 2 ثم 1 ثم 1 ناقص 1 على 6 بالنفس الطريقة قد نحوضه 1 بـ 6 على 6 لنحوضه المقام الموحد هو 6 ناقص 1 على 6 يساوي 6 ناقص 1 5 على ماذا؟ 6 ثم 2 ثم 2 ناقص 3 على 4 يساوي ماذا؟ لاحظوا 2 قد نعوضها بـ 8 على 4 واشتعطينا المقام الموحد هو 4 ناقص 3 على 4 يساوي 8 ناقص 3 5 على ماذا؟ على 4 8 من رقم 42 أحسب كل جدع 2 في 3 على 8 2 في 1 2 3 على ماذا؟ 8 يعني جوج ديال المرات 3 على 8 لهي كم؟ لهي 6 6 على 8 2 في 3 6 على 8 ثم 2 على 3 في 1 على 2 هينجروا 2 في 1 لهي 2 على 3 في 2 لهي 6 يساوي 1 على 3 أيضا ممكن نختزله فادي يساوي 3 على ماذا؟ على 4 اختزله بـ 2 بـ 2 ثم 4 في 1 على 2 4 في 1 4 على 2 ممكن نختزله هي 2 ثم 3 على 4 في 4 على 5 3 في 4 12 على 4 في 5 20 12 على 20 في نفس الطريقة نديره البسط في البسط المقام في المقامين 3 على 12 وهي 1 على 4 إلا اختزله 1 في 1 1 على 6 التمرير الرقم 43 أستعمل الأقراص وأحسب 4 مقسومة على 3 على 4 4 مقسومة على 3 على 4 تعني في 4 في 4 4 فكتساوي كم؟ كتساوي 4 في المقلوب العدد الكسري الثاني ليه هو هذا؟ لأن 4 ممكن نكتبه على 4 على 1 في المقلوب يعني المقام سيرجع البسط والبسط مقام 4 على 3 يساوي 4 في 4 16 على 3 بنفس الطريقة نخدمه 1 نقسمه على 1 على 3 يعني 1 في المقلوب 1 على 3 يعني 3 3 على 1 ليه 3 يساوي 3 ثم 2 مقسمه على 1 على 5 يعني ندره 2 في المقلوب هذا العدد الكسري 2 5 على 1 ليه ماذا 10 على 1 ليه 10 ثم 5 مقسمه على 1 على 4 يعني 5 في 4 على 1 5 في 4 20 على 1 يساوي 20 8 رقم 4 و 40 إذا كان 8 أقلام ملونة هو 4.8 درهام فما هو 8 10 أقلام فإما نضيفه هنا 8 علبة أقلام ملونة فما هو 8 10 علب أو لنضيفه 8 قلم ملون واحد فما هو 8 10 ديال الأقلام فمن الأفضل نضيفه علبة يعني علبة ديال الأقلام الملونة كتدير 4.8 درهام لنحسبه 8 ديال 10 4 ديال 4.8 في 10 ليه 48 ديال 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 العلب ثم اتمرين 45 اقتسم 8 أطفال مبلغ 344 ديال فيما بينهم بالتساوي نقسم هذا المبلغ فيما بينهم بالتساوي أحسب مبلغ كل طفل وأكمل المتساوي نقسم 344 على 8 300 244 على 8 نخذ رقما لماذا لأنه لاخدنا رقم 1 3 أصغر من 8 34 على 8 نجر 4 في 8 32 34 ناقص 32 ثم ننزل 4 24 على 8 3 3 8 24 24 ناقص 24 يساوي 0 إذن كل واحد يأخذ 43 دير همان وما يبقى لهم والو إذن ندير 43 قلنا والباقي 32 نكمل العملية ثم نزل 4 24 الباقي 0 وهي كم كتبوا 344 يساوي 8 في 43 زائد 0 المقسوم يساوي المقسوم عليه في الخارج زائد الباقي ترجمة نانسي قنقر